طيب نبدأ مع حضراتكم أخبارنا طبعا بمنتخبنا الوطني اللي خلاص على بعد يعني يومين ثلاثة من مواجهة أنجولا إن شاء الله يوم الجمعة الجاية النهاردة طمينكم الأول أنه نجم منتخب مصر محمد صلاح ونجم منتخب مصر محمد أنه نضمه خلاص لمعسكر المنتخب وشاركوا بالفعل في التمرينات الصبح النهاردة اللي اتعاملت في واحدة من القاعات المتخصصة في مقر إقامة المنتخب في برج العرب طبعا كده بانضمام ثنائي البريمير ليج يكون صفوف المنتخب بقت كاملة عشان إن شاء الله بإذن الله بكرة الساعة واحدة الظهر هتسافر بعثة المنتخب للواندا للقاء أنجولا في المباراة قبل الأخيرة في تصفيات المجموعات وأقول لحضراتكم المطش إن شاء الله بإذن الله هتلعب ساعة 9 بتوقيتنا هنا يوم الجمعة اللي جاية ودي الجولة الخامسة يبقى كده فضلنا بعدها مباراة واحدة وأخيرة هتتلعب يوم الثلاثة اللي بعده في برج العرب برضو المنتخب إن شاء الله بإذن الله بعد ما يخلص مطش الجمعة مع أنجولا وإن شاء الله يكون نتيجة إيجابية هيسافر تاني يوم على طول يرجع على برج العرب عشان يكمل استعداداته لمواجهة أنجولا في ملعب الجيش أو استاد الجيش في برج العرب إن شاء الله يوم الثلاثة ومطش الثلاثة هتكون المباراة هتتلعب الساعة ثلاثة إن شاء الله بإذن الله طيب أقول لحضراتكم إنه يمكن يعني في لقطة عودة النني رحلة عودة النني وصلاح للقاهرة النني كده يمكن يفتكر مشوار طويل هو حقيقي مشوار يمكن ما أعتقدش إن فيه اتنين لعيبة خدوا مشوار ممثل إلا لو كانوا زي مثلا التوقم حسام إبراهيم يعني طبعا بدايات صلاح وإنني كانت بدايات واحدة وإنني يمكن علق على الصورة دي وهم جايين معسكر المنتخب وقال إنه رحلتنا بدأت من 15 سنة الاثنين كانوا بيلعبوا طبعا في صفوف المقاولين العرب دي الصورة اللي بقول لحضراتكم عليها محمد صلاح ومحمد النني اتنين من أنجح إذا كنا بنتكلم على تجارب اللاعبين المحترفين في الخارج فبعتقد إنه الاسمين دول يظلوا مع كل الاحترام والتأدير لنجومنا اللي احترفوا بره قبل كده لكن أنا بتكلم على النجاح على مستوى المشاركة في البطولات على مستوى اللاعب الأندية أسماءها كبيرة وعلى مستوى كمان تحقيق الإنجازات وخصوصا طبعا محمد صلاح سواء الفوز بهدف الدوري الإنجليزي مرتين الفوز ببطولة الشامبينز ليج وده كان حلم طبعا عظيم جدا والفوز بالبريمير ليج والمنافس على لقب الأفضل في العالم ودي واحدة طبعا من الحاجات اللي تحسب لمحمد صلاح الاثنين ابتدوا مشوارهم بالمناسبة في المقاولين وبعد كده الاثنين سفروا مع بعض احترفوا في بازل السويسري ودي كانت بداية مشوارهم الاحترافي تقريبا من تسع سنين 2012 على وجه التحديد وبعد كده بقى افترقوا كل واحد لعب في أو خد مشوار تاني لغاية لما بقى عندنا أنني في أرسنال وصلاح في ليفربول فيما يتعلق بمطش اللي هتلاعب هنا ان شاء الله مطش الجابون وأنا يمكن كنت قلت حضراتكم في حلقة السادسة اللي فاتت أنه فيه كلام على أنه يبقى فيه موافقة على الحضور الجماهيري بعدد يقدر بخمس سلاف متابعة للمباراة في المدرجات وده تمت الموافقة عليه النهاردة لاتحاد الكورة تلقى بالفعل موافقة الجهات الأمنية أن يكون فيه حضور لخمس سلاف مشجع في مطش مصر والجابون اللي هتلاعب يوم الثلاثة اللي جاي ان شاء الله الساعة ثلاثة في السادسة الجيش ببرج العرب وطبعا زي ما حضراتكم عارفين النظام خلاص نفس النظام اللي بيتتبع فيه المطشاط بتاعت الدوري وكانت بطولة أمم أفريقيا كل الحجز المتعلق بتذاكر مباراة أو عملية الحجزة هتكون عن طريق شركة تسكرت أقول لكم على أسعار التذاكر 300 جنيه للمأصورة الأمامية الدرجة الأولى تسكرها ب100 جنيه والدرجة الموحدة قيمتها 50 جنيه وإحنا يمكن زي ما قلت لحضراتكم كنا متوقعين ده وأتمنى إن شاء الله بإذن الله مع يعني الصورة الرائعة اللي يسيبها الجمهور المصري أنه الاعداد تزداد سواء فيما يتعلق بمشاركة منتخب مصر أو مطشط منتخب مصر أو مباراة الأندال المصرية في بطولات أفريقيا أو إن شاء الله بعد كده تباعا بقى في الدولة أدوالي